ما عمي رد وانتي ما في منك لا تزعلي وليش لحتى ازعل انا مستغربة منك كيف قبلتي تاخديهم منه بدون ما تفكري بالاول اكيد هي بدي منك شي مقابلون شو هاد كلهم مركات طبعا انتي ما بدك تخبري مهند بموضوع الحمل لانك خافي انه تخسريه واذا خسرتي اكيد رح تخسري بعنا كمان هل حكي كلهم ما بيهمني انا هلأ مبسوطة كتير بالفسطين ان شاء الله مبروكين بس مو مناسبين للحمل وخاصة لما يكبر بطنك ولا حتى بعد الولادة لما تضطري انك ترضعي الولد لا تزعلي السمرة بس انا لازم كون صريحة معيك ايه؟ لا وين رح نروح اللا؟ والله ما انا فهمان الصدقون ليش يقتالي على بالكن السهر اليوم؟ اخي انا زمان ما صرنا مع صبايا حلوين حابي برجع ايام زمان شو بك ما عم تفهم علي؟ لكن اوقع تختاروا اماكن طالعة ريحتها خلونا نروح لمحل مرتب بس مو كلمة يدخلونا لهني انت ولا يهمك من مهند؟ مؤيد عم بيقول الامور بخير اه ايه الحمدلله اصبح الموضوع انتهى على خير وهلأ اولادنا سهرانين ومبسوطين مع بعضهم البيت رح يجهز بعد اسبوع بس فيه بالي شغلي وبتمنى انه توافق شو رأيك نفتح المحل؟ بيوم عيد ميلاد مهند ونعملو اياها مفاجأة خلينا نفرحو لهالولاد ماشي دياريت ما يجينا بالسيارة لهون هلا بس يشوفوها ما رح يفوتو شو هالحكي طيب بتشاريط؟ شاريط اذا بتفوت لجوها رح عاطيك الفين ليرة لا ما بتفوت خلي مصاريك معا بس اذا منقدروا بنفوت تكت سنهي جوها هاد هو الشرطي حاسس انه فيشي مو طبيعي اليوم الكل ساكت وما احد عم يحكي مع التاني ما بدي احكي مشا ما تنزاجه من حكي لانك ما بتنتبهي لللي عم تقولي انا معني مضطرة حبة لفيروز بس انا عم بتحمله لمؤيد كرمالك بدر لو سمحت وعشو عم تترجاني عطبيك؟ بدك اسكت؟ وخلي ست بانا تحكي الي بدي يا قلتلي عطبيك؟ انا ابدا ما كنتو توقع منك الشي انتو عم تخلوني حس حالي غريب عنكن وبانا ما بدياني هون ارجعنا للاستواني نفسه انت مسكين ومظلوم هون هاي العادة مظبوط مو حابة فيروز تسكن معنا كم مرة قلتلك انو انا ما بحبه؟ بانا هالحكي ما بيجوز انتو بتعاملوني منيح وقت اللي بتكونوا بحاجة شي مني ولما بتنتهي هاي الحاجة بترموني برا بدر عود لنا احكي شوي خلينا نناقش هالمشكلة ونحلها بهدوه بقى اصلا ما في مشكلة بابا يسكنه بالبيت اللي عططيها امي وبتسكني مع مؤيد هون طبعا انا ما عم صدق اللي عم شوفه معقول تساوي هيك ببعض كله مش هانشغلة فاضية ومو مستهلة كمان هلأ اثبت تيلي انو طمعك ما له حدود وانت ما بتعرف حدودك كان لازم تحكي معي قبل ما تخططوا انكن تسكنوا بهدو البيت هاي المحلات اللي هون كلها انت يا خاصة وقفوا 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 علي منيح عفظ بس منك مستحيل يدخلونا لهون دراوك الموضوع علي مي بس المهم يكون معكم مصاري بتكفي المصاري مو مشكلة انا ما رح انزل لانو ما رح يدخلونا مؤيد انت خليك هون وشوف كيفلأ رح يتقلع استنوا وشوفوا خلي هاد عنده لحظة اذا سمحت اذا ما كنتو حاجزين هون ما في كون فوتو لانو هذا مكان خاص باعرف بس انا بكون اخوة لمونا كاردشين وعاز منا لهون كضيوف ومرت هلا جوا يعطيك العافية هذا هو سلبي يا شباب يلا تعالوا مويد عطيهم المفتاح مشان يصفونا السيارة مسلمون مين منا كاردشينولا طضيط المقربة شولا يلا شنهي انت بزنون عام بيل لك شنهق احسن لك طيب رح شنهق لا بتشنهق مظبوط ما شاء الله البار 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 خلونا نتعرف على هالبنات تحلمين شو بدك ها يروح أدامي مرحبا اهلا وسلم شو بكل تشربو لانه هلا الحساب علي انت تشرب بس مي وطعتين تلج وانا بيرا واقف واقف لألا انت شو بتحبي تشربي بيرا ولا فوتكا فوتكا خليهم اتنين فوتكا وواحد ويسكي وكاسة مي بس حطني فيها طعتين تلج ها الانسة هون خلصت مشروبة عطيها كاس تاني لو سمحت لا شكرا أنا ما بيت لا ما بصير تخجلينها بطعت تلج وسمحت شو بين دا قلنا اي سامرة عم تسأل وين أنا بعرفكن مهند مؤيد وانا علي شرفنا عرفناكن عن حالنا بس ما عرفتونا عن حالكم أنا كوسر أهلين كوسر سوزان أهلين سوزان ولا أهلين ولا مهند انتبه يا أخي نحن رح نتبهدل حدوا العرفوا انه انت مو أخوه وليهم كون أنا رحل انتو بس دولي يطلع هو الله يستر بياكل مؤيد خلينا ناخد البنات ونطلع لك نحن شو بدنا اكتر من هي مرحبا مسأل خير وصحتين وهنا مسأل نوري قال إن شاء الله مبسوطين ماشي مرحبا من خانم إن شاء الله منيحة أنا مهند وقت اللي شفتكن هون البجي بسلم وبسألكم كيف السيارة مبسوطين فيا يعني ماشي الحال الحمد لله مبسوطين نيح طمانتيني بيئة بس بوظل إنه أمورنا مشتراً لن يجب أنها بإذن المشكلة يالله مو صفيان معي ولا ترد على كلهم بس تفضوا خلونا نشوفكم فتحنا معرض سيارات جديدة وفي موديلات جديدة رح تعجبكم السنة ما عم نفكر يعني بالك السنة جاء ما في مشكلة انتو تعوا بس شوفوا هالموديلات واجربوها ولا تشتروا يلا انا ما رح ازعشكم اكتر بس خلونا نشوفهم يلا بالأس ما نذكرتو لهالشاب هو اللي بعنا السيارة؟ موسيقى